على منهج ميليشيات الحوثي في القتل والخطف والإرهاب والتعذيب يؤلف كتاب التربية الوطنية في المدارس الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيات لتفخخ عقول أطفال اليمن بأفكار وعقائد دخيلة غريبة عن ثقافة اليمن وقيمه العربية حملة غضب يمنية واسعة على المناهج المدرسية التي شرعت ميليشي الحوثي بفرضها على المدارس في صنعاء وبقية المدن التي تسيطر عليها الكتب تتضمن تمجيد قادة الميليشيات ونشر أفكارهم وتعاليمهم مقابل تحريف المناهج القديمة وحذف فقرات منها بدافع طائفي في كتب المرحلة الأولى بدلا عن أحسب كم تفاحة في الصورة أحسب كم قنبلة وكم بندقية وكأنهم بذلك يفخخون عقول الأطفال ليستخدموهم وقودا في حروبهم التعليم في مناطق سيطرة ميليشي الحوثي تديره لجنة طائفية برئاسة يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيا رغم عدم امتلاكه مؤهلا علميا بهدف رسم سياسات تعليمية تتماشى مع الأفكار والثقافة الحوثية التي تسعى لترسيخها في المجتمع وهذه ليست المرة الأولى التي تغير فيها ميليشيا الحوثي المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها بل دائبت على التغيير بشكل متواصل في محاولة حثيثة لزرع ثقافتها في عقول طلاب المدارس الاتهامات لا تقف على طهران بتمويل هذا المشروع الطائفي حتى منظمة اليونسيف اتهمت بتمويل المناهج المدرسية الحوثية ففي وقت ترفض المنظمة هذه الاتهامات يؤكد وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية أن اليونسيف وبالأدلة مولت الحوثيين بألف طن من الورق ومستلزمات الكتب لطباعة المناهج في صنعاء ليبقى التساهل الدولي في الملف اليمنى ومداهنة ميليشيا الحوثي أرضية خصبة لاستكمال المشروع الإيراني في اليمن